إنعقاد مجلس النواب اليوم كان عملية تحدي واضحة للإرادة الشعبية باعتبار اليوم أن الكتل السياسية لم تقدم رسائل إيجابية للمطالبات الشعبية والتي معروفة هي تتمثل بعملية حلل بررامان ذهب الانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة عادلة يرأسها رئيس وزراء مستقل لا إطاري ولا تياري يكون قادر على توفير بانتخابية آمنة للذهاب الانتخابات شفافة ونزيهة وهذا الموضوع بالتأكيد هو عادة تظاهرات من جديد على رغم أن التظاهرات لم تكن بالحجم المطلوب ربما أيضا جماعة تعاملة ومعها بأنها أنظر ربما غير مقلق خصوصا مع هذا الحجم الكبير سواء كان من عملية القطوعات للمناطق والجسور وإلى آخره وأيضا الكثافة الأمنية العسكرية الكبيرة التي نلحظها في بغداد والتي تعرقل مسيرنا ما بين منطقة ومنطقة أخرى أما المسألة الثالثة والتي هي المهمة جدا وهي عملية قصف المنطقة الخضراء وهي ليست بالجديد اليوم أعتقد أن البرنامج التحالف الذي قدمه السيد الصدر وكان يتضمن عملية حل حلت لهذه المشكلة بالنتيجة هذه المشكلة تبقى أزلية مادام هناك سلاح خارج سيطرة الدولة مادام هناك جهات عسكرية ترتبط بجهات سياسية وتأتمر بها بعيدا عن القائد العام وبعيدا عن القوات تبقى هذه الاشكالية طبيعية ومحتملة ومن الممكن أن تحدث في أكثر من مرة وتعلم أستاذ علي تم عملية قصف منزر رئيس الوزراء ولحد هذه اللحظة لم تعلن اللجنة التحقيقية من هي الجهة التي قامت بقصف منزر الوزراء